لا انصح باستخدام مثبتات ديئة تشتي لتساقط الشعر اذا عندك حيل مشكلة بتصحك ما تستخدميها سلام يا حلوين جيت لكم فيديو جديد يارب ما كنت طولت عليكم راح احكي لكم بهذا الفيديو كتير انتو طلبتولي بالكومنتات انو انا احكي لكم عن استخدام مثبتات ديئة تشتي اذا بتقدروا تستخدمها كتساقط شعر عنكم عادي اول الشي اذا بدك تستخدمها من حالك فانا ما بنصحك ابدا اولا هي تستخدم لتساقط الشعر الوراثي لحالات الصلع يعني وصلنا الصلع الوراثي اما تساقط شعر عادي كيروي تفاعلي ما بينفع ان احنا نستخدمها لانه الى اضرار تاني بلس تستخدم لزيادة نمو الشعر عند المرأة بحال انو نحن البنات مثلا فترة العمر ما بين الاربطعاش للسبتعاش من الاربطعاش للعشرين اول مراهقتها بيكون عندها زيادة نمو الشعر كتير فافضل الشي انه هي ما تستخدم هاي المنتجات يعني هاي الادوي او هاي الحبوب لانه بتكون فترة مراهقتها فبينصح الطبيب انه هي مثلا تاخد اشياء خفيفة انها تستخدمها الافضل اللي قالها انها هي تستخدمها فنحنا بنسأل الطبيب شو الاشياء اللي لازم نحنا نستخدمها اذا كنتي منوتي وراح تتزوجي ما بصير تستخدميها لانه لما بتكتحملي رح تعمل اضرار بالجنين فراح يكون فترة زمنية انك انت قطعتها وتحت اشراف الطبيب شو استخدمتي شو صار معك هي بتستخدم لمشاكل الثدي مثلا الحجم مشاكل مثلا التحولات يعني الشباب والصبايا تتخذ كهرمونات فما انصح انه انتو تاخدوها بس فقط لانو والله انا عندي مشكلة الشعر وعم يتساقط شعري وشعري ما عملاقينه نتيجي فانا حابي مثلا اخدها الارمون اذا انتو هيك كان سؤالكم فانا بنصحكم انو ما تدخلوا بهاي يعني الممر ابدا لانو اذا دخلتو فيه نهايتو ما رح تكون جيدة لالكم ممكن في اشخاص استخدمتها بس عندها حالة مرضية وفادة ولاحظت نمو الشعر عندها زيادة مشكلة لاحظوا انو هو بيستخدم لحالات طلع الوراثي بيستخدم كمان لازيادة نمو الشعر عند البنات اللي بيكون عندهم الهرموني كثير مرتفع بيكون عندهم الهرموني الذكوري كثير مرتفع فبيستخدمونه نياه مع انه هو بيقل الهرموني الذكوري يعني ففيه خربطة كثير فانا ما بنصح انكم انتو تاخدوه افضل الشي اذا انتو حابين تاخدو نتيجي كشعر انو ساقط عنكن حابين انتو مثلا وضحوا لي بالسؤال بالكومنت وضحوا لي شو المشكلة لعنكم انتو حابين تحددوها بهاي انا ما فيه احكي بفيديو كامل شو هي مخاطر الهرمون مخاطر انك تاخدي حبوبه او ما تاخدي يعني انو شرحه طويل فانت اذا عم بتعاني بمشكل محدد وحابي تسألي بالضبط انو انا اذا اخدت هذا الهرمون رح يعالجني او حافيتني او بس انا عم بسأل انو مشان تساقط الشعر عندي صلاة عندي كذا حابي اخذه واهم شي لازم تنتبهو لازم تنتبهو انو تحت اشراف طبيب من حالنا احنا ما فينا ناخد هاي دي اهم شغلة لازم تعرفها بالنسبة اذا انت حابي تزيدي نمو الشعر عندك وعندك وقت قريب انو عرسك او عندك مناسبة وتعبتي انك انت بدك تستخدمي سنة وسنتين لحتى انو يرجع شعرك ويطول وكذا انا بنصحك انك انت تاخذ حبوب منكسيديل خدي الحبوب عيار خفيف خديه لحتى ما يعملك اثار جهنبيه خدي حبك اليوم او مرتين باليوم وخدي معه بخاخر منكسيديل خلال ست شهور رح تلاقي النتيجة كثير حلوه ورح تتم معك هاي النتيجة ما تخافوا من فكرة اذا انا وقفت منكسيديل معناته انا رح ينزل شعري رح يوقع شعري كل شي انا عملته ضاع كل المساري اللي انا حطيته على شعري راحت بالعكس لو حتى رحتي زرعتي شعر رح يرجع يحكيلك الدكتور انو لازم تستخدم منكسيديل رح يرجع يعطيك حبوب منكسيديل رح يرجع يعطيك حبوب فيتامين فرح ترجع تدوري لحب المونكسيديل وبخاخ المونكسيديل فانت من البداية اذا انت حابي انو انت تحسني شعرك وحسي انو صلع مثل هاي الصور رح احطولكنيها يعني الشعر تدمر ما في شعر فروي بايني جلدة الراس بايني هذا اللي بنصحكم انكم تستخدموا فيه المونكسيديل او تستخدموا الاشياء اللي انتم ممكن انو تستفيدوا منها لحتى تخلي الشعر عنكم صحي اكتر افضل لحتى يكون الشعر قوي طبيعي قلتلكم اول ما نحنا نستخدم المونكسيديل شعرنا رح ينزل كلياته اي هارمون نحنا رح ناخده من برع لجسمنا كمان رح يعمل خربطة عنا وينزل شعرنا حاليا احنا اذا رح نعملنا فحص للغدي وكان عنا مشكلي بالغدي وكان عنا خمول بالغدي او زيادة بالغدي يعني ما فينا نتحكم طبيعي رح يتساقط الشعر عندنا طبيعي رح يصير مننا شحوب بالبشرة طبيعي رح يصير عندنا التشقق جفاف فنحنا لازم نحل هاي المشاكل داخليا بالاول لحتى نعرف شو المشاكل اللي نعالجها بالبشرة لحتى تكون واضحة قدامنا انه انا عندي مثلا جفاف بالبشرة معناتها انا عندي هاي المشكلي بجسمي لازم عالجها ونفس الشي انا اذا عندي قصور بالغدي التراقي اذا عندي انا نقص بالفيتامين بالحديد خربطة هرمونات اذا بدي ااخد انا مثلا دي اتش تي ما بينفع انا من حالي مرة وحدة انا روح ااخد هاي المنتجات او هاي الادوية كلياتها بس لانه فيه الى فرصة انه هي بتزيد نمو الشعر او انه بتقوي الشعر فما بعرف خصيصا انتوا السؤال عم تسألوني اياه بالضبط مشان تاخذوك علاج ولا انه انا احكي لكم اياك هو كهرمون شو فوائده شو اضراره لحتى اقدر ساعة تكون اكتر انا ما بنصح فيه اكيد الطبيب لما رح يوصف لك يا رح يوصف لك يا لسبب معين انت شو رح تستخدمي فيه فالفكرة فيها انه انت لما بدك تستخدمي علاج معين بدك تتمي عليه مدة سنة سنتين ثلاثة يعني رح تعيش معه فترة مثل ما بتاخدي علاجه الغدي ما فيك انت تخديه مدة ثلاثة شهور وتوقفي رح تطرد انك تخديه سنة وسنتين وثلاثة الا اذا انت تبعتي نظام غذائي واخدتي اليود والسيلينيوم والاشياء هاي كلية من بره فممكن انت تستغني شوي شوي عن حبوب الغدي فهذا هي حبوب هرمونات وانت يقدش ان نفس الشي كمان انه هو هرمون بدك ترجع الدخلي انت لجسمك هاي نصيحتي لالك انه انت تعرفي بالضبط شو الاشياء اللي بدك تستخدميها شو مشكلتك اي حدا حابب يعالج مشكلته ويعرف انه يسأل قبل ما يروح على الطبيب انا بساعدوا الكل اكتبوا كومنتوا اكتبوا لي بالضبط شو هي المشكلة عمركن نوع بشرتكن نوع شعركن المشاكل اللي عانتوها شو الادوية اللي اخدتوها شو العلاجات تستخدمتوها نصيحة مني اذا بتتبعوا حبوب المنكسيديل وبخاخ المنكسيديل وهذا الشامبو كتير راح تلاقوا نتيجي كتير فرقة معكن اللي امتبعني كان بيعرف شعري كيف حتى لما قصتيت شعري لهون زاد شعري طول تقريبا شي 30 سنتي و40 سنتي انا يمكن صلي يمكن سنتين قصته تشوفوا الفيديوهات بتشوفوا كيف كان شعري وكيف صار فانا بنصحكم عن جد بنصحكم كان عم بحكي لحالي عم بحكي لاختي عم بنحكي لاخي لحتى تعرفوا شو الاشياء اللي ممكنتم شو عليها بدي ارجع نبهكن على شغلي وحدي انا ما في اوصف لكم علاج او اعطيكم خطة علاج اذا انا ما فهمت المشكلة كلياتها عنكن فاكتبولي بالظبط العمر شو بتعانوا من المشاكل شو استخدمتوا من الاشياء بنرشي على الهرمون هو بيستخدم يعني حتى بيستخدم لزيادة انزيمات الكبد يعني مش كلي انه حتى لتقلبات المزاج بتستخدم للشباب اكثر من البنات فالو مشاكل يعني شوي هيك خاصة فما بعرف كيف يعني حدا نصحكم فيه او طبيب نصحكم فيه اذا انتوا فعلا حابين بس تاخدوه كعلاج لتساقط الشعر او مشكلة الشعر اذا هي بس شغلي مشان الشعر انا رح اضلي معكن وعطيكم ايها خطوة بخطوة شو الاشياء اللي بتزيد نمو الشعر عنكن وتخلي الشعر صحي وتخلي الشعر يبين فعلا طبيعي مية بالمية مثل ما انا عم بعمل لحالي رح كوم معكن خطوة بخطوة لشعر صحي رح كوم معكن ولبشرة صحية رح كوم معكن ما بدي شي منكن غير انكن تدعولي وتشاركوا هالفيديو وتعملوا لايك وتبعتوا لكل اصحابكم لكل حدا بيفيدكن لا تنسوني كنت معكم جاكلين ان شاء الله يارب رجعكم عن قريب وتكون معكم على التواصل دائم